اهلا 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 بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ربنا خليك مولانا هل ينفع حد يسوف أو يماطل في حقوق ومواريث بسم الله الرحمن الرحيم صدق ربنا عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي قال إن الله لم يدع أمر المواريث لنبي ولا لولي ولكن تولاها بنفسه فيعطوا كل ذي حق حقه وبعد أنا أقولها بصراحة في مورسات بيئية من بعض أفعال جاهلية بفعل أعراف لا تمت إلى صحيح الإسلام بصلة وبالذات فيما يمس أحكامها بعد الموت من الوصايا والمواريث في بيئات بتهضم حقوق المرأة أو تأكل أموال اليتام ظلمة بمبررات شيطانية مع إننا إذا نظرنا إلى آيات المواريث في صورة النساء سنجد يوصيكم الله وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله لا يوجد كلام بعد كده ده إيه؟ ده سبع آيات يعني فيها هذا كله فبعض الناس يستولى عليهم الطمع والجشع ويأتي الشيطان بتبريرات أو تزويرات ودي مشكلة خطيرة جدا موجودة للأسف في بلاد الإسلام الذي ينص دينهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون والله سعدتك وصفتك نيابي وإعلامي ربنا يديمك فيما أقامك فيه لو أتيت بجهابزة أسازة القانون الدولي والدستور اللي يضعوا دسورا للبشرية لن يجدوا مثل ما جاءت في أو ما جاء في هذه الآية شوف ثلاثة وثلاثة ست إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة إيتائز القربة يبقى لك إن الأول العدل والإحسان وإيتائز القربة المقابل ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون مانع المراس مماطل المراس مسوف المراس على نقيد هذا إن الله يأمر بالعدل لو يتعامل بالظلم بالإحسان ويتعامل بالجحود إن الله يأمر بالإحساء بالعدل والإحسان وإيتائز القربة هو بيهجر ويقطع زي القربة أو زي القربة ما تيجي لثلاثة المحذورات ينهى عن الفحشاء منع المراس من أكابر الفحشاء يبقى ينهى عن الفحشاء والمنكر أتى بأعظم الجرائم المنكر ثم يختم ربنا البل لأنه بغى على حقوق الناس طمعا وجشعا بالمماطلة والتسويف والغريب بقى والعجيب والمحير قد تجد عليه سمت التعبت للشعائر يهرول إلى المسكت ويذهب يؤدي الحجة والعمرة ويعفي اللحي ويقصر السوب ويمسك مسبحة ويلبس عمامة ملونة وبعدين تلقى يمنع أخته من المراس ما تسعالش مني أنت من واجه قبل وأنا من واجه قبل أنا من الجيزة آخر جنوب الجيزة وسيرتك من أسيط أصلا أليس كذلك؟ مشكلة لا تقل عن 80% في الصعيد وفي مطروح وسيوى وسيناء ومناطق شعبية ومناطق رفية يقول لك لا نعطي المرأة مرسها ده المرأة المال هيروح لإيه؟ للغريب وتكون المرأة في أمس الحاجة إلى هذا المرأة من أبيها هدت بلك أو أياً كان بقى أو من أمها ويأتي الوغد أياً كان الوغد ويمنعها مرسها وهي في المسيس الحاجة وقد لا تتكلم حياءً ممكن يبقى مثلاً هو بيرى أنه ده بحسن النواية يخشى يخاف إلى خير طب أنا عايزة استأذن هطلع فاصل وعايزة أرجع بعد الفاصل ما بين النظرية والتطبيق أو الواقع النظري والواقع العملي توجد حلول صح؟ إن شاء الله استأذن أنا عايزة أفهمها ونشرحها للمشاهدين ولكن بعد الفاصل بارك الله فيكم أخد فيهم مسألة معالجات نظرية واقتراحات عملية بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بمعضلة المواريس وبالمناسبة المعضلة دي بتطول مسلمين ومسيحين في مصر ما تفكرش أن هي مخصورة على المسلمين فقط لأن إخوتنا أهل الكتاب في المواريس يتحكمون إلى الشراع الإسلامية لأنها الشراع العامة للدولة حضرتك بالنسبة للمعضلة التسويف والممطلة في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم من المواريس وبالذات الصغار والنساء الصغار وإيه؟ والنساء أول حاجة حضرتك إحنا عندنا تتابير احترازية وتتابير زجرية وهقولك على اقتراح غير مسبوك ماشي التتابير الاحترازية لابد من تكسيف الوعي المسجدي من الدعاف الأظهر الشريف لإضافة الوعظ وطبعا أئمة وزارة الأوقاف وتناولوا بالتحليل والزجر والآيات اللي إحنا هنا في صورة النساء يوصيكم الله في أولادكم وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله وهكذا يجب أيضا مؤسسات المدنية المعنية بحقوق الإنسان وأيضا المجلس القوم للمرأة والحقيقة لهم نشاط يعني كويس يعني لا نقلل من تأثيره وأسره بس يحتاج إلى قوافل مع المجلس القوم للمرأة في البلاد يعملوا قوافل زي أياما كانت الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب كانت بيجيبوا قوافل والحقيقة أنا كنت معاه بس الساعة أنا كنا ضد الإرهاب كانت تجوب بالجمهورية أياما الدكتور السفيرة مشيرة يعني هذين نكسف هذا الأمر لأنه لا يليق بمصر اللي هي بلد المواطنة والمدنية أنه يكون فيها هضم هو أنا بقول لحقوق مين النساء والصغار يعني اليتام دولوا معين ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة إنما يأكلون في بطنهم نارا وصيصلاون سعية هذه اسمها تدابير احترازية وقائية في تدابير زجرية اللي هي إنزال عقوبات تعزيرية بإجبار المماطل والمسوف بتمليك وإعطاء هؤلاء الحقوق المنصوص عليها في القرآن الكريم لأن المواريس مقدرات شرعية لا تقبل لا تبديل ولا تغيير هكذا في الماضي والحاضر والمستقبل مسلمات شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية ماشي أنا بعد ألتلك العقوبات التعزيرية إتباره والحبس والغرامة وإسقط عدلته وإسقط مرؤته كل من يماطل أو يسوف في المواريس هكذا أما اختراحي المتواضح ضمانا لتنفيذ العدالة في المواريس للصغار والنساء أقترح وأناشد السيد المستشار النائب العام وطبعا وزير العدل الموقر بإنشاء وحدة خاصة لتنفيذ الأحكام فيما يتعلق بالمواريس بدل ما يروح المواطن أو المواطنة أو الصغير أو كفيل الصغير في دهاليز محاكم وأمد يطول ومراوغات وتسوفات يكون في وحدة لها الضبطية القضائية أرجوك تتبنى ده في مجلس النواب ضبطية قضائية في وزارة العدل لتنفيذ أحكام المواريس ضد المماطلين والمسوفين وهذه الوحدة يلجأ إليها بدون تعقيدات وبدون 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 من تعرف اللي بيحصل يعني في دهاليز معينة من بعض مش أقول لكل المحامين وأشباه المحامين وتعطيله ما تعطيله الكلام ده أناشد سيد وزير العدل مستشار عمر مرون وأنا رجل أحبه وأختبه مرة وأناشد طبعا السيد المستشار نائب العام ونبارك حتى في الهيئة القضائية الجديدة نبونا يخيم بهم العدل إن شاء الله فأناشدهم إنشاء وحدة تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بالمواريس يا ميسر الأحوال أنا بشكرك جدا جدا مولانا لوقتي جريكا مجارة العادة نورتنا وشرفتنا والاقتراح بصراحة حلوة يعني إيجابي كده وهينفعنا كتير على كل خلونا نشكر مرة تانية فضيلة الشيخ الدكتور ما تتبنى في مجلس النوار أحمد كريم هتبنى وعد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر نورتنا وشرفتنا كمجارة العادة سواني يكون موجود معاكم كريم رمزي يقيم الأفراح والليالي الملاح احتفالا بفوز الأهلي بحصوله على درع الدوري مبروكا كريم ومبروك لكل الأهلوية وبرضو مبروك للكرة المصرية وللرياضة لا شيء جميل ورائع كريم جاي مش رائب العنق يسرع الخطى خطواته واسعة يا كد يقفز يطير من على الأرض مش ممكن يا جماعة مش ممكن صبروا علينا يوم الخميس بس سلام شكرا